أهلاً وسهلاً بكم اليوم رح نحل الأسئلة الوزارية اللي تتكلم عن القواعد شك وموضوع يخص القواعد راح نتكلم عنه اليوم فخليكم ويايا خليكم ويايا سؤال القواعد طبعاً هذا وينه؟ هذا هو سؤال القواعد هذا يخص القواعد اليوم احنا راح نتكلم عنه واريدكم تركزوا لي بالفيديو استمتعوا بالمشاهدة وأتمنى لكم الموفقية هسا راح نتجع لمواضيع القواعد طبعاً مواضيع القواعد مواضيع سهلة وأريدك تركز ويايا أول شغلة لازم تعرف أنه أكو أفعال مساعدة اللي هما الاس والار والام هذني طبعاً يجون الاس تجيك الاي تجي ويا الام ذني مع بعض وعندك اله والشي والات يأخذون الاس وعندك الوي واليو والذي يأخذون الار خلينا فهمك شون تجي بالامتحان يعني مثلاً قال لك هي وضعك هنا اختيارات قل لك إيز لو آم أنت تختار إيز لأنه مفرد مثلاً قال لك علي علي وقل لك هنا إيز لو آر تقول لها إيز تتذكر لما أخذنا مواضيع المفرد والجمع إذا ما شايفه لازم ترجع تشوفه يعني مثلاً عندي كلمة بين هاي قلم أوكي كلمة بين بين هذي قلم قلم يعني مفرد أوكي بين يعني جمع الآن لو أجيت على كلمة بين قلت لك إيز لو آر تقلي أكيد أكيد تقلي إيز لأنها مفرد طيب لو أجينا وقلنا كلمة بين اللي هي صارت جمع فها ستقول لك أختار الار إذا قال لك مثلاً كلمة تيث اللي هي معناها أسنان هي صارت جمع فراح أقول لها أنا أختار الار فهذا هو معنى الإز والآر والآم وأريدك تركز لعلي مهم جداً وراح يجيك بالامتحان عدنا كذلك موضوعين البت والآند كلمة بات طبعاً كلمة بات معناها لكن بات معناها لكن والآند معناها و وآند معناها و البت معناها لكن حلو عفواً خليك ويايا حتى أفهمك أكثر طيب إذن بات معناها لكن آند معناها و آند هذه الآند هذه الآند الآند معناها و والبت هنا معناها لكن حلو خليك ويايا الآند الآند تجوية جملة متشابهة خصوصاً لما تلقى كلمة تو لما تلقى كلمة تو تو طبعاً معناها أيضاً يعني هاي أكو تشاوه والجملة مثلاً يقول لك مثلاً إنجليزي وفرنسي هذان اللغات اثنينات تشين متشابه أستخدم الآند ورح نأخذ تمارين هسا عليهم البات يعني فتشي نقول إحنا علي معناها لكن تجي كوية الجملة المتعاكسة جملتان مختلفتان متعاكستان مثل عندك دونت كانت يعني فتشي يعني مثلاً نقول I play football but she can't إذن هنا لا لا إذن يعني جملتان مختلفات وسرح نأخذ عليها تدريبات طيب أريدك تعرف لي أيضاً زمن المضارع البسيط طبعاً إحنا هنا إذا كان الفاعل مفرد إذا كان الفاعل هي أو شي أو إت نضيف أس للفعل وإذا كان الفاعل وي أو يو أو ذي أو آي منضيف للفعل يبقى الفعل مجرد أدري بيك ما في التهم تخليك وياي طيب زي ألا عندك هذا الجملة الآن هي معناها هو طيب قال لك play يلعب play معناها يلعب ونطعك اختيار ثاني play قال لك play لو play هنا هذا هي مو مفرد اختار أمي place هذا ما لا علاقة بموضوع الجمعة تروح تربط له إذا كان موضع جمعة ما لا علاقة من يكون الفاعل هو هي مفرد أقول له هي place ليش قلنا هي place لأن الفاعل هي مفرد زي إذا قلت وي نحن ما أضيف للفعل أي شي يبقى الفعل مثل مثل هل حصير play راح أختار أمي play هنطيك مثال آخر مثلا قال لي علي العلي مفرد لو جمع لا علي مفرد إذن أقول له place إذن اختيار صحيح هنا راح يصير play إذن راح أختار أنا هنا play place ليش أختار أنا place لأن علي مفرد إذا كان ذي هنا مثلا عندي ذي ها كلمة ذي هنا ما راح أختار راح يبقى الفعل مجرد أختار play إذن الحل الصحيح راح يكون هو play طيب أيضا عندك هنا الهي والشي والتي يأخذون الدز مثل ما علمتك نفس الشي من عندي مثلا أجانب الامتحان قال لي هي وقال هنا دو دو لو دز طيب قال لي هي دو لو دز من شفت الهي مفرد راح أقول له دز راح أختار الآن هنا دز فإذن الاختيار هنا راح يكون دز ليش لأنه مفرد إذا كان عندي وي أو يو أو آي أو ذي فرح أختار دو بالاختيارات هذا الموضوع يجيون بس اختيارات مثلا أنا جانب الامتحان هاي الكلمة ذي ذي معناها هم اللي هي جمع ذي معناها هم اللي هي جمع فراح أقول له دو راح أقول له الاختيار الصحيح هو دو ليش اختار أنا الدو لأن الذي تجي وياتجمع هاي وانا يشوف هاي الذي تجي كوية الدو وهذا هو الموضوع شوف شلون يجيك هذا هو الموضوع شوف شلون يجيك فأريدك تركز لعلي هسا أنا من انتجتنا هسا مثل هاي الجملة أنا لو أجئت ولقيت بالامتحان كاتب لي هو بالسؤال كاتب لي شي من قال لي شي إذن هاي مفرد فراح أقول لي does أختار آني does لما قال لي they هاي جمع فراح أختار لآني do فراح أختار لآني do لأنها جمع طيب نأخذ أيضا مثال موضوع آخر اليوم عندنا أيضا موضوع المضارع المستمر مضارع المستمر يعني في شي مستمر أنت مستمر بالقيام به يعني مثلا I am studying آني أدرس I am drinking cola يعني أنا أشرب بيبسي I am drinking milk ولا آخرين طيب الآن طبعا القاعدة مالة الفعل يعني الآي الآي ياخذ الآم الآي دائما الآي ياخذ الآم وورا الآم فعل بإنجي ودائما هاي ثابت شوف يقول I am playing now طيب من نشوف now لازم تختار الفعل أبو الآي أنجي أعيد وأكرر إذا لقينا الناو الآن لازم أختار الفعل أبو الآي أنجي إذا لقيت الناو تدور على الفعل لأن هذا مضارع مستمر والناو يعني الآن يعني معناها هذا الحدث مستمر هسه يعني مثلا أجاك هنا السؤال أجاك هنا السؤال قل لك I am playing هذا الاختيار لا لا play لا play هذا السؤال هيت يجي بالامتحان قل لك I am playing لو I play اثنينات صحيحات شون رح عارف الحل من الناو الناو هي المستمر أبو الآي أنجي إذن رح تختار هذا أبو الآي أنجي ليش اختارينا هذا أبو الآي أنجي لأنه عندي ناو معناها الآن ركزنا أيضا على هذا الموضوع الثاني ركزنا هذا أيضا على الموضوع الثاني مهم جدا هنا اختارينا أبو الآي أنجي لأن عندي ناو طيب عندك ال-half وال-halls طبعا ال-half وال-halls مهمات موضوعا بسيط كله أيضا يجن اختيارات بالامتحان أيضا يجنك اختيارات طيب شون يجنك بالامتحان خليني أشوفك طيب الآن لو وجدتك جملة لو وجدتك جملة بالامتحان مثلا على سبيل المثال قل لك we قل لك هنا have لو has مباشرة انت تقل له we have لانه لانه ال we جمع وتاخذ ال have اما اذا كان عندك he او شي او وت يعني جماعة المفرد بدون ما اتفكر كذلك مباشرة انتخلي تخلي has مثلا قل لي he بداله قل لي علي ما هو العلي مفرد علي مفرد او قل لي مثلا ماهر قل لي نور قل لي نوره نوره قل لي هنا has لو have بدون ما افكر اجي اقول لي الاختيار الصحيح هو has لانها مفرد لانها مفرد فجرح اختار has ليش لانها مفرد فاريدك تركز لي على هذا الموضوع كذلك كذلك عندنا موضوع اخر وهو ال was هذا ايضا يحكي عن المفرد والجمع ايضا يعني اذا كان ال he او شي او it اخذ ال was مثلا علي احمد نور هذا اسم مفرد اذا كان جمع we you they اقول were طيب سمثل عندك كلمة car تعتبر مفرد لان ما بيهأس car سيارة cars سيارات فراح اقول له was طيب ليش اختار هنا was ما هو قيل لك الكار واحدة ثاني قيل لك cars طبعا كلمة cars يعني سيارات طيب طالما عندي cars هنا يعني مجموعة سيارات هنا معيني مش راح اقول لاني اقول له where ليش لان ال where تجوية جمع طيب اذا جايب لwe هم اختار نفس الشي اذا قيل لv where نفس الشي بس هذا هو الموضوع طيب ايضا عندنا موضوع وهو شرح موقع الصفة اللي هو مكان الصفة بالانجليزي الصفة تجي قبل الاسم الصفة تجي قبل الموصوف هسا انا مو عندي boy ولد وعندي book كتاب يقول short boy يعني ولد قصير يعني مو يقول قصير ولد لا read book يعني كتاب احمر شوف اه يعني شوف خلينا نطيك مثال اخر خلينا نطيك مثال اخر باو على هذا المثال شوف شوف لهذا المثال مثلا على سبيل المثال انطاني بالامتحان مثلا جاي السؤال قال I need I need a small pen a small pen low low قل لي I need I need طيب small pen low pen small طيب الآن مني الصفة الصفة small صغير حلو والاسم هو القلم احنا ذكرنا الاسم يجي قبل الصفة الصفة تأتي قبل الاسم يعني راح اختار small pen هذا الاختيار اختار ليش لان كلمة small اجتني قبل الصفة فقال لي يعني قلم صغير يعني صغير قلم هذا الصح اما اذا قلت قلم صغير هذا هذي غلط هذي غلط هذي اختار هذي ليش اختار هذي لان صفة اجي قبل الموصوف يعني انا لو اريدت اقول بالانجليزي مثلا يعني اريد اقول كتاب كبير اقول big book باوع يعني ما اقول book book big لا اقول big book شوف فهذا هو الانجليزي هش نظام طيب موضوع الاخر وهو طبعا افعال الناقصة عندك هذه الافعال الناقصة الكن طبعا تجيك يعني بمعنى يستطيع ويجي دائما وراها فعل مجرد الكود والشود هذني كل واحد الى استخدامه وذني دائما يعني يستخدمه للنصيحة ودائما يجي وراها فعل مجرد هستنت تقول لي شنو يعني فعل مجرد انا ما عارف ولا يهمك هستان اشرح لك الان لو اجينا على كلمة i can انا استطيع قل لك play low playing حلو الان قال لك play low playing يا هي المجرد الى play play هي المجرد لان فعل ما بياضافة اما اول ing فهذا ما يصير استخدمه لي لان الكن هاي الكن يجي وراها فعل مجرد كذلك الكود والشود كلها ذني دائما يجي وراها فعل مجرد هاي قاعدة طبعا الشود تستخدم للنصيحة لما تريد تنطي نصيحة المصد تستخدم ويا الاجبار اريد تحفظ لي ذني واخر شيء بقد عدنا اسماء الاشارة this يعني ويا المفرد تجي ال is وياها مثلا this is شون تيجي بالامتحان مثلا قال لك ذير مثلا ذير وانطاك هنا اختيارات قل لك يا ال R لو is انت من شفت الذير ايهاي الذير تيجي وياها جمع فأنا رح اختار ال R أنا رح اختار ال R طبعا نفس الحالة لو كنت عندي ذوس نفس الحالة اذا كان عند هنا this مثلا this اللي هذا this مباشرة اذا اجاني مثلا قل لي R R لو is بدون ما افكر من عندي this اقول is خلينا نحل الاسئلة الوزارية اللي جاية على هذا الموضوع دائما اللي بالأحمر هو الجواب واللي بالأخضر هو مفتاح الحل السؤال الاول يقول الكيز من قال ل اس هاي جمع اقول لها R بدون تفكير طيب ثانيا نقيل لك i الضمار العكاسية ال i تاخذ my myself نشوف i طبعا i أنا يعني مفتاح الحل هو i أنا فأقول myself i myself h لأن i يجوي myself himself تاخذ he يعني لو قيل he هو بس هنا قيل i ال i تاخذ myself نجي على الجملة الثانية الجملة الثانية قيل اللي انت من تريد تحل هذا السؤال خلينا علمك على طريقة بالوزارة يعني أنا من جيت على هذه الاختيارات لكم هاي فالشغلة هسأ اشترح لكم عندي كلمة and لا but أنا أعرف أن and تجوي الجملة المتشابهة والbut تجوي الجملة المختلفة حلو أبوى على الجملة أدور حل هجاني هنا قيل to to يعني أيضا إذن هاي جملة متشابهة فراح اختار and مفتاح الحل هو to قبل لاحل لكم الجملة رقم أربعة أريد أشرح لكم حروف الجر حروف الجر عند كلمة in in كلمة in وعدنا كلمة on وعدنا كلمة at هذن ثلاث حروف جر كلمة in in تستخدم مع الكلمات الداخلية يعني إيش مثلا إيش يعني مثلا in hospital بالمستشفى in the office بالمكتب آي سوالف وكذلك تستخدم مع الأشهر وفصول السنة الأشهر والفصول طيب والسنة السنوات سنة 2007 2003 هذه ال in مع القراء بالعراق بآسيا هذه كلها أستخدم مياها in كلهم ذني أستخدم in in january in summer هذني دائما أستخدم مياها in حلو طيب سنجعل أي من راح نجعل ال on ال on تستخدم مع الكلمات السطحية مثلا على الطريق على البلدين على البناية on the farm on farm على المزرعة هيتش كذلك تستخدم مع أيام الأسبوع on sunday on monday هذني كلنا أستخدم مياها in on on sunday on monday هذني كلنا نستخدم مياها in on وكذلك عند ال at ال at تستخدم مع كلمة home و school إذا شفت بالامتحان كلمة يعني home أو شفت كلمة school تجي تختار at وآخر عندك الساعة أيضا أيضا ال at استخدم مع الساعة يعني مثلا نقول at 8 o'clock في الساعة الثامنة في الساعة الخامسة وإلى آخر فلو إجينا على هنا هو من قال لي 2007 إذن هاي السنة قبل أنا أختار n أنا أختار قبل n طيب خمسة يقول my father فاذر يعني أبي أزلمة لو مرة لا أزلمة شوفوا شكرا قال لي هي لو شي طبعا هي ما هو أزلمة حلو الجملة اللي بعدها قال we leave لو leaves we leave لو leaves طيب الآن قال لي we نحن leave لو leaves طيب شو رح عروف الحل هذا موضوع قبل شوية شرحته قلنا إذا عندي he إذا عندي هاي اله أقول place إذا كان عندي جمع فما راح أضيف أي شي يبقى الفعل بدون إضافة هو قيل we نحن إذا أنا عندي نحن فأقول leave بدون أي فعل لأن we جمع السؤال اللي بعده choose من قال choose معناها اختار my father father يعني أب father هو is 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 طبعا أنا قاعد أضيف ملاحظات حتى أوضح لكم حتى مرات أعيد الملاحظات حتى أوضح لكم طيب الآن عندي هنا ضمائرة الانعكاسية عندي هنا ضمائرة الانعكاسية طبعا الفاذر مفرد قلنا is حلو لو كان جمع لو قل we نحن وشا قلنا are يقول I أنا cut myself I أنا تأخذ myself لو قاعد we we نحن كان قلت ourselves بس هو قاعد أنا هاي ضمائرة العكاسية وإحنا أخذناها نجح على هذا الموضوع يقول my sister is on لو a i t شنو يعني اي لو an خلينا قل لك شغل طبعا كلمة حرف ال يجي مع كلمة تبدأ بحرف عادي ال يجي حرف العادي ال an تجي الكلمة التي تبدأ بحرف العلة إذا لقيت كلمة بادية بحرف علة وحدة منها ذني راح أقول هذا هذا an نجح طبعا هذا خلينا ننطيكم لون مميز إلى على مون تعرفون هذا an أنا جيت على هاي الجملة هاي الجملة عندي i i t i حرف علة فلذلك راح اختار ال an ليش اختار an لأن عندي حرف علة لو ما عندي حرف علة يعني مثلا عندي فقط t شان قلت a طيب سؤال الرابع how many brothers brothers جمع لا مفرد لا جمع اختار do خلينا ذكركم بالموضوع تعال على هذا الموضوع احنا مو قلنا المفرد هاي والشي والإت هذن جماعة المفرد نختار الهندس وهذا من جماعة الجمع مثلا we they مثلا اي كلمة جمع اختار الها do هو قائل brothers يعني كلمة brothers هي جمع اخوان فراح اقول do السؤال الخامس قائل she has two young brothers هي عدها اخوان brothers اخوان 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 two اذن هاي جمع قائل he or they لا اقول they ليش قلت ل they لان brothers اخوان السؤال السادس قائل i don't i don't وإحنا ذكرنا موضوع الاند والبت اند جملة متشابهة البت جملة مختلفة هو من قائل don't يعني لا مفتاح الهل هو don't يعني معناها هاي جملة منفية اذن هذا جملة مختلفة متعاكستان فاقول but لكن نجي على السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده طبعا هنا ايضا قائل choose معناها اختيار طيب عدنا هنا قائل can low could خلينا الراجع اصلا هو شنو موضوع can وال could طيب can قلنا هاي فعل يعني يجو وراها فعل مجرد وتعني يستطيع وقلنا could تجوية الماضي بمعنى استطاعه بمعنى استطاعه طيب احنا ما ننسى طبعا الwas ويرها ذني يعني لازم تعرف انه ذني بمعنى كان يعني بالماضي هاي الwas وير ذني بمعنى الماضي طيب ولا تنسى ان الكود تجوية الماضي خليكويا اجيت على هاي الجملة الكود اجا وراها فعل مجرد انا هاي ما لعلاقة بيه اجي هو قيل الwas الwas احنا مقلنا للماضي حلو اذا انا اش راح اقول كود لان الwas تجوية الماضي حلو السؤال اللي بعده من نشوف كلمة now الان تختار الفعل اللي ب ing فراح اقول flying ليش قلنا flying لان now تستخدم we المستمر اللي هي معناها الان السؤال الثالث قائل i is لو am لا ال i تاخذ الام هاي ثابته حلو السؤال الرابع قائل she usually work لو works هاي مي قدامك قلنا اذا كان الفاعل مفرد he او she او it اضيف s للفعل فراح اقول he works she works علي works فهو ش مفرد فرازم اختار s الشخص الثالث اقول work is she هاي قدامك الهي والش والأتي اخذن ال s اضيف ال s الجملة اللي بعدها طيب الجملة اللي بعدها قائل is لو are ادور على مفتاح الحل باوعت على قبلها قائل how much ما لقيت الحل باوعت هنا لقيت they if they ويا من تستخدم تستخدم ويا تجمع ال they تاخذ ال r فراح اختار ال r مفتاح الحل هو they الجملة السادسة من طبعا كلمة next to معناها بجوار between يعني بينه طيب عندي بنك يعني بين البنك لو بجوار البنك لا بجوار البنك next to the بنك حفظوها حفظ هاي الجملة كلش مهمة ممكن تجوز لي السؤال الرابع قال لي this no this are من قال لي are احنا ذكرنا ان this تاخذ ويا are قبل شوي شرحناها الجملة اللي بعدها قال لي my sister and I يعني انا واختي صرنا جمع لمفرد لا صرنا جمع راح اقول ويا معناها نحن ال it معناها غير العاقل يعني ويا الكتاب مثلا يقول هنا we must لو mustn't have a secret passport for the email هنا يقول احنا لازم لو مو لازم طبعا هنا يعني من اشوف كلمة secret password يعني password يعني كلمة السر هاي طبعا تعتمد على المعنى فاني بدون ما افكر اقول we must يعني احنا لازم عندنا password سري يعني الباسبورد مريدنا يصير سري هاذ مريدك تحفظ هي واذا ما عرف تتحل لا تنسى انت عندك ترك انت عندك ترك هاي 6 نقاط هاي الجملة اجي وكتب قدام ها ترك ما احتاج عوف لا اقرأ ليش ان اصلا عندي ترك الجملة اللي وراها قيل لي and low but انا اعرف ان الان جملتين متشابهات والbut جملتين مختلفات اباوع لقيت not don't can't يعني لا يعني معناها لا اذا هذن جملتين مختلفات فراح اقول but رقم خمسة قيل ماي كات القطة عاقل لو غير عاقل غير عاقل جماد راح اقول لها itself themselves الكات هي قطة وقطة غير عاقل فراح اقول itself لو قيل مثلا وي نحن لو قيل ذي كان قلت themselves شوف احنا هذا الموضوع على الاس ايضا قيل لك my brother and i يعني انا واخوية احنا صرنا جمع walk لو walks لا قل walk ما يصير احط اس للفعل لان الفاعل مو مفرد انا واخوية صرنا اثنين السؤال اللي بعده قيل لك كتن كالورفل لو كالورفل كتن قبل شوية قلنا الصفة تجي قبل الموصوف الصفة تجي قبل الموصوف فهيا لا تفكر بيها مباشرة تقلي الحل الصحيح اللي راح يصير لهاي جملة اقول كالورفل كتن ريد بوك كتاب احمر ما يصير اقول بوك ريد لا كالورفل كتن يعني قطن ملون الجملة الثانية هاو مني كازن دولو داز كازن هاي اسم مجموعة بعدين هنا عندي هاف هاف للجمع اليو للجمع اليو اليو مو عندي اليو مو جمع انتم فراح اختار لها دو الجملة الثالثة يقول انا عندي الم المعدة يو شدن لازم تاكل لو لازم ما تاكل لا اقول لها شدن استاذ انا هاي ما عارف عهدي انت عندك ست نقاط ترك ترك النقطة الرابعة يقول اي هاف تو لو تو فرينتز يا هي من عدهم كلمة معناها ثنية هاي معناها ثنية لو هاي لأ اللي بالأحمر هي معناها ثنية لأن تو ثانية مو معناها ثنية السؤال اللي بعده من لقيت تو يعني في شي متشابه اقول لأ انت قايل لبطل انت اقول انت رقم ستة ماي براثر يعني معناها اخوية من شفت ماي براثر قايل اللي هي لو ات هي لايك سكوكين يعني هو يحب الطبخ ما انا قاعد احتي عن اخوية فا اقول هي ليش ما حتي اخوية ماي براثر ماي براثر ماي براثر قل هي وما اقول لأ ات لغير العاقل مثل كاها تقطة الجملة اللي بعدها عندك today معناها اليوم اقول is today is it is ليش ما قلنا الواز الواز معناها ماضي ويا الماضي عندك فتشي دل على الماضي لا ما عندي فتشي دل على الماضي ثاني زينب زينب مفرد فأقول lives اضيف s قلنا i have lo has قلنا i ياخذ الhave اللي وراها قل he am lo can الام تجوية i طالما عندي he ما يصير احطيها am اصلا فراح اجي اختار can خمسة i'd like to take lo taking لا take ليش لما عندك now لقيت now هنا بالجملة لأ let's play lo playing كلمة let's دائما يجي وراها فعل مجرد اكتب هنا ملاحظة let us my we let us هذا اللي بالاخضر هاي دائما يجي وراها فعل ما بي اضافة تريد انطيك ملاحظة سهلة عندك now هنا عندك now لا ما عندي now إذن ما رح اختار ام ing لان ما عندي now لان فقط اختار ام ing now نجي هنا قيل الشي الشي مفرد اخذ الهاز قيل i want to play لو to play i want to play اريد ان نلعب ما يصر قل to 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 play to play لا i can لو i am play i can لو i am play هنا اش راح اختار طيب انا قلت لك على can يجي وراها فعل ing هنا هذا الكن عفوا يجي وراها فعل مجرد فراح اقول i play i can play يعني انا استطيع ان العب ليش لان الكن الكن هذي الكن دائما الكن يجي وراها فعل ما بي ing ما بي كل ما بي اي اضاف ف i can play i can play هاي جملة i can play اصلا انا كاتب الكاه هنا شوف جاي وزاري i can play شوف i can play شوف شون حالين ها طيب الان عندك i like هنا هاي حالة شاذة اريدك تحفظ ليها like دائما ياخذ وراها فعل bing لما تجي like دائما نحط لها فعل bing i like take lo taking لا taking هاي الحالة الوحيدة بس اريدك تعرف لي انه كلمة like تاخذ وراها فعل bing فقط رقم خمسة there is lo r 10 10 معناها عشرة بدون تفكير تقول r بدون تفكير تقول r ولا تنسي she is wearing a white denim ليش اختارينا هاي لأن الصفة تأتي قبل المنصوب يعني القماش أبيض these lo this shirts shirts هي ملابس يعني مجموعة فراح اقول this لأن this تجوي الجنة hospital مستشفى هنا هاي in hospital يعني الhospital تأخذ ال in ركزلي على هاي الملاحظة إذا أنت غلطت وخليتها at لازم تقول in لأن ال in تجوي hospital in big hospital لأن ال in تجوي فتشي داخلي بالمستشفى فتشي داخلي طيب هنا عندك i want to be teacher فضل هذا ملاحظة يعني في التركيب كامل يعني i want to be أنا أريد أن أكون هاي تيجي مع بعض i want to be أريد أن أكون فضل إياها خمسة عندك two ذكرت لك إذا عندك two تختار الآن لأن فتشي متشابه لأن فتشي متشابه ولا تنسى عندك ترك الشيء اللي أنت ما تعرفه تقدر تترك هنا قال لك at low in home ما متأكد من الحل خلينا نرجع عني شوف هنا قلت لك الات تجوية ال home ويا ال school الات تجوية ال home ويا ال school فلا لا تنسى هذا يحفظ من درد ترى مهمات وجنك بالامتحان هاي الملاحظات كلش مهمة إذن الات home في المنزل طيب هنا عندك didn't يعني لا أختار بات لأن البات تجوية جملتين مختلفات shirts ملابس يعني مجموعات فأقول لذيس عندك r جمعي يعني أقول لذيس this تجوية المفرد this is هل عندي is بهذه الجملة لا ما عندي أربع يقول i love in بصرة البصرة عاقل لو غير عاقل لا غير عاقل اختار لت طيب هنا عندي a لو on engineer قلت لك إذا بادي بحرف علة إذا بادي بحرف علة تختار on إذا بادي بحرف صحيح إذا بادي بحرف صحيح تختار لها a فهنا عندي e the e حرف علة فراح أقول لها on 6 عندك now تختار من الing بدون تفكير بدون تفكير موسيقى موسيقى